بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثانية توزيع الحروف على المخارج ونبدأ أولا بالمخرج الأول وهو الجوف ويعرفون الجوف بأنه الفراغ أو الخواء الذي يلي الحلق أي من جهة الصدر وفيه مخرج واحد فهو مخرج رئيسي ومخرج فرعي بآن واحد ولا يتفرع عنه مخارج أخرى وتخرج منه حروف المددى الثلاثة الألف والواو والياء بشروطها أي أن تكون ساكنة وما قبلها متحرك بحركة مناسبة لها وتسمى هذه الحروف الحروف الجوفية نسبة إلى الجوف أو تسمى الحروف الهوائية نسبة إلى الفراغ الذي يشغله الجوف قال صاحب التحفة فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي المخرج الثاني ونقدم هنا مخرج الحلق وفيه ثلاثة مخارج وهي أقصى الحلق أي أبعده من جهة الفم أي الذي يأتي بعد الصدر مباشرة ويخرج منه الهمزة والهاء ثم ننتقل إلى وسط الحلق ويخرج منه العين والحاء ثم ننتقل بعد ذلك إلى أدنى الحلق ويخرج منه الغين والخاء وتسمى هذه الحروف بالحروف الحلقية ويسمى الإظهار الذي يأتي بحروفها الإظهار الحلقي كما مر معنا بأحكام النون الساكنة والتنوين ودليل هذا المخرج كما قال صاحب التحفة ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاءها إذن هذه الحروف الستة والتي تسمى الحروف الحلقية وننتقل بعد ذلك إلى المخرج الرابع وهو الشفتان لكي نجعل مخرج اللسان مستقلا بنفسه وفيها مخرجان أولا بطن الشفة السفلة أي من داخل الفم ويخرج منه الفاء ثم ما بين الشفتين العليا والسفلة ويخرج منه الميم والباء والواو غير المدية وتسمى هذه الحروف الشفوية نسبة إلى الشفتين المخرج الرابع الخيشوم وفيه مخرج واحد وهو الغنة قال صاحب التحفة من طرفيها ومن بطن الشفة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم والحمد لله رب العالمين